بعد الإعلان عن التحالفات السياسية التي ستخوض الانتخابات المقبلة تباينت الآراء بين متفائل بدخول أحزاب ووجوه جديدة لها أثر إيجابي في المرحلة السابقة وبين متشائم من تنقضات بعض التحالفات واستمرار المخاوف من التدخلات الإقليمية وعدم حسم ملفات النازحين والمدن المدمرة تفاصيل أكثر حول تلك الآراء نتابعها في سياق التقرير الآتي بانت ملامح الانتخابات القادمة بعد الكشف عن قوائم وأسماء التحالفات السياسية الجديدة لخوض المعترك الانتخابي ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في الوجوه والشكل العام للتحالفات على مستوى المحافظات والمركز وهذا ما أكده مراقبون لا سيما وأن الانشطار وإنشاء تكتلات جديدة هو السمة الغالبة على قوائم التحالفات وأما أن أغلقت مفوضية الانتخابات باب التسجيل أمام التحالفات السياسية حتى عرف الناخبون لمن سيدلون بأصواتهم حيث شكلت بعض التحالفات صدمة للشارع كتحالف أحزاب إسلامية وأخرى علمانية فيما عدت تحالفات أخرى بادرة خير وتفاؤل لأهالي المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ونزوح كالتحالف الذي جمع الشيخ خميس الخنجر وأسامة النجيفي إضافة إلى أسماء أخرى كان لها دور بارز في هذه المناطق خلال المرحلة الماضية مبارك لكل تجمع وطني يقوم به لتقديم أفضل خدمات لشعبنا العراقي ويساهم في الوحدة الوطنية والسلام الدائم إن شاء الله على العراق وعلى شعوب العالم ووسط دعوات التغيير للخروج من دوامة الصراع الطائفي والمصلحي يؤكد معنيون أن الأحزاب الكبيرة المشاركة في العملية السياسية الحالية ستعود للاتحاد بعد أن انشطرت في مرحلة ما قبل الانتخابات ما يهدد الحكومة المقبلة بخطر أن تكون نسخة سيئة للحكومة الحالية كل الكيانات انشطرت إلى كيانات كل كيان أصبح كيانين أو ثلاث كيانات كيان يبقى ثابت على ما هو عليه أو كيانين أخرى مدنية بالأحرى كلها يصبب نفس الكيان الأصلي فهو الكيان الإسلامي واليوم إحنا نلاحق كثرة الكيانات تعدد الكيانات يجذب عدد أكبر من الأصوات بالنسبة إلى الكتل السياسية المخاوف من التدخل الإقليمي وإقحام جهات مسلحة وعدم حسن ملف النازحين والمدن المدمرة معوقات يراها مراقبون أبرز العقبات أمام الانتخابات ويجب حسمها بضمانات محلية ودولية لطمأنة الشارع العراقي من إجراء انتخابات حرة ونازيهة تضمن التغيير المنشود في وقت تشهد العملية الانتخابية مشاركة جهات تدعو للتفاؤل بعد الخدمات التي قدمتها تلك الجهات خلال فترة النزوح والعملية العسكرية السلام عليكم